نظمة الجمعية وثقافية الاجتماعية لتفعيل المجتمع المدني حملة تحسيسية لصالح أهالي منطقة تمنراست بالجنوب الجزائري تدعو فيها المواطنين إلى التلقيح الذي وفرته الدولة لمجابهة كورونا تقرير الشيخ مدقا بصوت فاطمة محديد التلقيح ضروري للوقاية من فيروس كورونا شعار رفعه منظم حملة تحسيسية لصالح الساكنة تمنراست بأقصى الجنوب الجزائرية وهو ما استحسنه المواطنون الذين تفاعلوا كثيرا مع هذه التعاود طلقنا في تجسيد حملة جوارية تحسيسية حول ضروري التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 وهي حاجة مليحة أن ننوع الشعب الجزائري على قيمة تلقيح في بلاد نتاعنا لازم على الناس لازم يدروا ما يدرش على الشائعة اللي تقولوا في الموقع التواصل الاجتماعي ولا يتوط أمن رأسة الحدودية على أبواب موجة تهدد واطنيها واقع يحذر منه الأخ الصائيون الذين يدعون إلى التلقيح لكسر العدوى والتفادي موجات في المستقبل لأسف هذه الموجة كنا ننتظرها منذ عيدة أسابيع أولا للاستهتار اللي شفنا في الشوارع فيما يخص المواطنين في احترام إجراءات الوقائية وثانيا لدخول سلالة دلتا لنعرفوا بأنها سلالة أكثر انتشار وأكثر خطورة وشفنا في بلدان أخرى أدعو الجميع للدهب بقوة لعملية التلقيح لحماية أنفسهم أولا ولحماية الوجتماعي المبادرة التي تعد الأولى في تم نارسة لقية استحسانا كبيرا لدى المواطنين وبفضلها شهداء إقبال على مراكز التلقيح على أمل أن تعمى ما مثل هذه المبادرة ترجمة نانسي قنقر